اشتركوا في القناة نستمع من اساتدتها على المصار داخل هذه الجامعة وعدد الكليات بها وما تقدمه من خريجين لسوق العمل النهاردة احتفالية كبيرة بتشريف سيادة الرئيس جمعت بورج العرب التكنولوجية مقام على عشرة فدان وفيها كليتين كليت العلوم الصحية والتكنولوجية العلوم الصحية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة كليت تكنولوجيا العلوم الصحية فيها اربع اقسام اللي هو كليت قسم الصناعات الدوائية وكسم تركيبات الاسنان وكسم تكنولوجيا التمريد وادارة المستشفى وبالنسبة لكليت الصناعة والطاقة عندها خمس اقسام عندنا كسم تكنولوجيا المعلومات وعندنا كسم تكنولوجيا السكك الحديد وتكنولوجيا الصناعات الجزائية وكسم تكنولوجيا الجرارات وكسم تكنولوجيا الجزل والنسي احنا عندنا هنا الجامعة بتشتغل بنظام 2 بلاس 2 اللي هو ممكن يدرس سنتين وياخد الشهادة ولو حب يكمل وياخد دبلوم عالي ولو حب ياخد الباكدروس بيكمل عندي التالتة ورابعة ويعني احنا عملنا بروتوكولات تعاون كتيرة هنا مع ابدأ وابدأ دي ووصلتنا ان احنا نعمل مع المصانع والحاجات الكلها اللي موجودة حوالينا فتقريبا كل الطلاب بداية من بعد العيد ان شاء الله مباشرة احنا لحب عندهم تدريب في المصانع اللي عندنا تبقى لبرتوكولات التعاون اللي تعملت بالاضافة ان احنا عندنا كمان بروتوكولات تعاون عالمية الجانب الروسي جاننا من حوالي اسبوعين ثلاثة وبص على الجامعة بحيث ان احنا نعمل تكنولوجيا سيونة المفاعلات النووية للحاجات اللي هتخدم ان شاء الله على مفاعلة طبع واخدنا وعد من معالي الوزير ومعالي الريس ان احنا لدينا ان شاء الله توسعات لخدمة هذه المشاريع اللي بتخدم البلد في التكنولوجيا وفي الصناعة اللي احنا بنفتقدها واللي احنا اتأخرنا فيها كذا سنة بس الحمد لله احنا بدأنا نعمل الكلام ده وجامعة برج العرب مش هي بس الجامعة التكنولوجية الوحيدة انت حدق حتشوف في السنوات القادمة أو الشهور القادمة افتتاح لعدد عشر جامعات موجودة على ربوع مصر من اول اسوان لحد اسكندري الشروط الجامعات التكنولوجية يعني صممت ليه أصلاً لخريج الدبلومات الفنية 3 سنين والدبلومات الفنية 5 سنين والمعاهد الفنية اللي هي سنتين بعد السنوية العامة بالاضافة ان احنا كمان بناخد طلبة السنوية العامة بحيث ان احنا عندنا علم علوم وعلم الرياضة جميع اللي هي المواد العلمية بيقبل عندنا من خلال مكتب التنسيق 2 plus 2 اللي هو البكاريزين اقولت لحضرتك دبلوم عالي بعد سنتين لو حضرتك جايب تأدير بتكمل عندنا السنتين التانين وبتاخد بكاريوز تكنولوجي وتبقى بتشتغل احنا عندنا 60% عجز في المصانع من التكنولوجيين واللي هم في طائم التمريد في المستشفات وهكذا احنا عندنا الطلاب موجودين زي ما وضحت لمعالي الرئيس النهاردة من 20 محافظة يعني عندي هنا 60% من اسكندرية و40% مقتربين عشان كده انا حتى انا بكلم معالي الرئيس في الافتتاح ان احنا في السنين اللي جاية محتاجين احنا نعمل مدينة جامعية لان احنا عندنا الطلاب من اكتر من 20 محافظة عندنا ناس من اسوان وناس من لقصر وناس من سينة وناس من القاهرة كتير يعني اشتركوا في القناة